موسيقى مدارس يهودية مشروع له كتري اولا قبل ما نحكي عن نشاطات المركز مهم نذكر ان هذا المركز بيخدم كل سكان العجمة كل سكان يافع لشباب اكيد شباب وشبات من جيل 12 جيل 18 المحل هذا موجود لالهن بشكل عام وبشكل خاص احنا بنخدمينا الطلاب الشباب والشباب بالاخص يتسربوا من المدرسة دخلتنا على الشغل كانوا هنا طاقم يشتغل فيه جزء منهم كان يشتغل 18-19 سنة وفيه جزء منهم كان يشتغل 3 سنة أو 4 سنة طاقم هو بكبير لازم يعرف شغله للأسف الشديد مش هدا لنا صدفته صدفت هنا نوعا ما عالم بتفكر انه ممكن ناخد معاشنا من غير ما نعمل شغلنا اليوم عنا ما يقرب 170 شاب وشاب موجودين داخل الشغل وهذا ما فيش يشك انه كمان بمجهود كبير شد كل الطاقم الموجود يعني انا بدر اقول من هنا لا بكرا ايش بدي اذا الطاقم بشتغلش وبيفهمش مسؤوليته الاشياء بتسرش وانا اختير مبسوط من هاي الناحية احنا بش مركز جماهيري ايش شغلة مهمة نذكرها اكتر من هيك بكبير كل شاب وشابة يوصلوا على المركز كمان احنا منسجلهنش يعني احنا من ناحية هادا البيت بيت لقيل هنا من انتو تيجي على بيتك ولا حد يقول لك سجل اسمك ورقم الهوية وكذا المحل مفتوح احنا شغلين من يوم احد لوم الخميس من الساعة تمانية الصبح للتسعة بالليل ممكن يجوا لهانا في عنا تنس طاولة في عنا كرة قدم في عنا علعاب البلايستيشن في عنا قوضة حسوب في عنا هنا اللي بحب حديد موجود في كتير في كتير شغلات اللي هي موجودة ومفتوحة مجانة للجميع البيت دافع لنا اليوم تقريبا ما يقارب لخمسة وعشرين ولد كلهم ولد شباب ثلاث مرات بالأسبوع بوصلوا على المركز بعد دوام لساعات المدرسة بوصلوا له هنا نحضر لهن هنا غدا نتغدوا كل مرة بيصولوا لهم طبخة غير بساعدوهم بكل موضوع شئة الدروس اللي بيكونوا لازم يحضروهن بيشتغلوا معهن كمان في عمل اجتماعي اللي بيشتغل معهن على شغلات كل واحد ومشاكله بالبيت أو مشاكله بالمدرسة نفسها في عنا كمان معلمة اللي بترافقهن وبتشتغل معهن كمان بيش بس انه يخلصوا الوظائف اللي لازم يعملوها كمان كيف ممكن نتقدم أكتر لقدام مع كل طالب بيشتغل مدرسة بيقولك ببلغش على الطالب اللي بوصلش واحنا بنعرف عليه مرة بعد سنة انت بس تخيل انه احنا نوصل لطالب اللي هو السنة اللي شو مدرسة ايش عمل بهاي السنة على مدرسة اقولك بهاي السنة مرحش على الجامعة مرحش على الكلية بهاي السنة كمان في عنا هنا دورة الكرة قدم فوتبول نسوي مع البويل تل افيف مرتين بالاسبوع في عنا هنا المدرب يوسف سقا بيشتغل مع الطلاب هدولا عنا مجموع فريتين الأجياء المختلفة في كمان دورتين اللي هون مفاكر كتير مهمين وموجودين داخل المركز دورة واحدة هي التصليح التلفونات دورة تصليح التلفونات دورة زي هاي بتكلف بره ما يقرب لعشر تلاف شكل الشباب موجودين داخل المركز بيخدوها مجانا ودورة تانية هي دورة لتصليح الحسوب اتعلم بيخدو شهادات رسمية برضو هاي الدورة بيخدوها هنا مجانا جواب نوعا ما يمكن شوي سهل لعنا راضي ويش راضي يعني من احيه واحدة ازا بدي تطلع ايش كان بالسنتين ويش موجود اليوم لازم يكون كتير كتير راضي من ناحية التانية بعرف انه ممكن اكتر واكتر وبفكر انه اليوم احنا بنشتل مع التاكم الموجود وبعرف انه ايش مكان مزبوط لليوم بيكفنيش لبكرة يعني احنا كل الوقت بنقول حلو اللي عملنا لليوم ايش بكرة ايش بعده يعني كل الوقت لازم يكون فيه تغير كل الوقت التمحازم تتغير كنا بدنا خمسين ولد اللي عنا مئة وسبعين مئة وسبعين على المقرب ادي مئتين مئتين بدي مئتين وخمسين ليش هده موجود الشغلات هاي موجودة ما فيش اي سبب بالدنيا انه ما نوصلش لإلها عشان هيك انا بقول انه من ناحية واحدة انا كتير اه راضي على الانجهزات من ناحية تانية ممكن كمان الاشياء هاي تتحسن الى اشياء اللي هي احسن بكتير من الاشياء الموجودة موجودة اليوم انا اليوم وظيفتي ما بحصش وين المدير المدرسة او وين المستشار المدرسة او وين مرب الصف ايش عمل ايش ما عملش انا عندي اول ايش انا نوعا ما زي اتفاقية بدي اطفل حريقة حريقة من ناحية هذا الشاب اللي بوصل لعندي الاهين اما هو بين عالم لعالم بين اشياء اللي تمرو براسه كتير سلبية لبين انه كيف بدي يعمل المصاري بسرعة واحنا عارفين مصاري بسرعة ايش لوين الاشي بودي انا اوليش بركز كيف ممكن الولد هذا او الشاب هذا اضمه للإطار الموجود مندي الطلاب هنا مرات يجوا من صف 12 من مدارس من يافا من صف 12 بعرفش كتاب اسمه بخلص صف 12 بعرفش كتاب اسمه برسمه مرات لا اسمه صف 12 وبتلاقي حفلة التخليج واقف ومبسوط يعني في فجوة دراسية كبيرة بين الطالب من ناحية جيله للمرحلة اللي هو موجود ما فيش شك بالمرة يعني احنا هنا في عنا طلاب لصف 12 مستوى صف رابع في عندي صف عاشر مستوى صف ثالث في فجوة دراسية فجوة كبيرة كبيرة بش فجوة اللي هي صارت بشهر ولا بسنة بدك تصادفة بكرة بالمجتمع بدك تصادفة بكرة ما في انتخابات ما في شغلات اجتماعية ما في شغلات سياسية ما في مشكلة سكن ما في مشكلة تعليم بدك جيل واعي كيف نحكي على جيل واعي عندنا هيك فجوة كتير كبيرة بس انت كمدير مدرسة ممنوع تظلك مركز بانه انا بدي بس صف 12 يجو عشرين واحد يعملوا بقروت وخلصنا وحنا عارفينه طوان غيرت في تيسير نوعا ما ليش في تيسير مرات انت بتشوف الطالب وهي مشكلة مرات بتشوف الطالب انه هو ولا ممكن يعمل خمس وحدات بموضوع معين انت تقول انا بيش ضامن الخمسة ياخد فيهم تسعين انا بدي ايعمل ثلاث وحدات شان ياخد التسعين عشان انا بدي ارفع المستوى بالعلامة بيش المستوى التعليمي اللي له وبدي الخصها بكلماتي انه اليوم المدارس بتعلمك كيف تجيب النتيجة بتعلمكاش كيف تتعلم وانا فكر انه اليوم المدرسة يكون وظيفتها اكبر من انه انا خلص بثلاث وحدات او خمس وحدات انجليزي واخد فيهم ثلاثين تسعين لازم اليوم الاشي الاساسي المدرسة تعلمني كيف افكر ادير مركز كبير عشان كمان اتعلم اتعلم بالمستوى الشخصي بس كمان بمستوى شهة بلد ممكن والله شغلات التعلمة اجي طبيقة بيافة وظيفتنا هنا بالشغل بكبير هو نصنع الحلم للطلاب هدول للشباب هدول بتشكر لازم توصل لكل واحد من التاكم كيف يقولوا من لا يشكر الناس لا يشكر الله اولهن الاستاذ وليد محميد كمان فيش شك انه كمان مونة زبد وعبير سعد اللي بيشتغلوا مع المدارس يوميا وبيروحوا من بيت لبيت كلمة شكر لإلهن الاستاذ سامي ابو قعود مركز البيت الساخن والبيت اعتقد بيشتغل معه اه تاكوة اه خميس اه تارك ابراهيم العمل اه اجتماعي الموجود معه اه اه استاذ محمد دسوي الموجود هنا كل يوم اه مع الولاد وبيحكي معهن اه ساعات اه ساعات قبل الشغل وبعد الشغل بتحسه انه اخد بتتعرف فعلا باخد الشغل عندهم على الدار هو 24 ساعة بتحسه انه ممكن الشاب بتسل اه تتوش الصبع ومحمد دسوي يرد عليه اه عماد بخاري هنا بكل موضوع الرياضة بسوي شغل كتير كتير مهم ومنشوف انه هادا كمان انه جزء من البيجو للطلاب يتمرنوا لهم بيحكوا ما عرفتنا من يتمرنوا مراد فيه نوعا ما اشتياء لحد يسمعك يعني وعماد ما فيش شك عنوان من هاي الناحية اه عناد زبار قال هو بركزنا هنا كل الشغل بعد الدور اه استاذ صالح شالبية الشيرين نمر دينا ناشف اه زيس كاروان اللي بيعملوا الشغل كمان يبالي الفتيات داخل المركز اه دينا بفكر نه ما فيش اليوم بمستوى شتلي بيافة كمان واحدة عندها تجربة مع فتيات زي ما اه دينا عندها زيس كاروان بتشتغل اليوم مع المشروع شت اه تعليم الصبح الموجود اللي بترافق 52 شاب وشاب كمان بتسوي معهم شغل كتير كبير ترنيم كاروان هيسم هيسم تورك اه وتأمل هيك اه ذكرت الكل يوسف سقه طبعا بالكرة قدم واذا نسيت حد اه اعذروني السيد كمان اخبري شكرا لك على هذا اللقاء ونتأمن لك النجاح الباهر في مهمتك الجديد في ادارة مركز جماهيري في برد شكرا لموقع اياف 48 ربين ربين شكرا لك